أجواء السعودية برعاية شبابها وخرجها فالنجاح سيحلق في أجوائها خلال الأشهر القادمة من خلال طائرة الانتنوف 132 السعودية الأوكرانية التي عمل على تطويرها أكثر من 50 مهندسا سعوديا شباب المملكة عمل على تطوير أجزاء مختلفة من الطائرة فمحركاتها وقطعها الميكانيكية بلمسات سعودية إضافة إلى الأجزاء الإلكترونية وهيكل الطائرة وبدأ العمل في هذه الطائرة من تاريخ 6.05.2015 لمدة 18 شهر وقد وقع الاختيار على شركة انتنوف لما لها خبرة عريقة في مجال تصنيع الطائرات تمتد إلى 70 سنة تم ترشيحي من قبل مدير المشروع في قسم التصميم ضمن فريق قسم التصميم في قسم التصميم نقوم بعمل تحليل واختبارات لجميع أجزاء الطائرة منها هيكل الطائرة الأجنحة والعجلات وجميع أجزاء الطائرة نقوم بتحليل عمل تحليل واختبارات لها تتميز الطائرة بقدرتها على التحليق بارتفاع يصل إلى 28 ألف قدم وبحمولة ما يقارب 9 أطنان وتقطع مسافة 4500 كيلو متر بسرعة لا تقل عن 550 كيلو مترا في الساعة إضافة إلى أنه تم تزويدها بنظام إلكترونيات متقدم وملاحة والعديد من الأنظمة الحديثة هذا المشروع أنه بنينا كحول 50 مهندس من الكوادر الشابة من أصل 250 كله في مركز وطن تقنية الطيران الخمسين هذولي فقط في طائرة 30 فعملوا لكن في عندي 200 عملوا في طائرات بدون طيار عملوا في عدة مجالات في هذا الأمر فهم عندهم الإمكانيات والقدرة والمعرفة اللازمة لتوطي مثل هذه التقنيات هم حقيقة خريجين الجامعات السعودية وهذا أمر نفخر فيه لكنهم ممكنوا كتخصصات دقيقة في عدة مجالات كلهم بحسب اختصاصه فأحدهم مختص في جوانب التصميم الخاص بالطائرات الثاني مختص في الديناميكة الهوائية الثالث مختص في قمرة القيادة والالكترونيات اللازمة فيها المجموعة الخامسة نتكلم عن مجموعات وليس أفراد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عملت على تطوير وتدريب الشباب في العديد من التخصصات المختلفة بالشراكة مع شركة أنتنوف العريقة في صناعة الطائرات فخط سير تلك الشراكة مستمر بين البلدين فطائرة AN-132 ستحلق في أجواء المملكة في الربع الأول من هذا العام مش عن فعل إخبارية